السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكل متتبع قناة سفير النوايا الحسنة تيفي مرحبا بالضيوف الكرام مرحبا بالناس الجدود لينضموا القناة مرحبا بيوم دائما كنقول لكم شكرا لكم على الوفاء ديالكم على الدعم ديالكم على المساندة ديالكم رب يحفظكم ونتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وصحة جيدة إن شاء الله الفيديو ديال اليوم إن شاء الله مخصص بعض الميزات كانت في الواتصاف لي عدد من الناس غافلين اليوم كان بعض الناس ما عندمش اللغة كي بغوي يصيفته غير الميصاج بشي لغة ما كي عارفوش كان بعض الإخوة لي مقارينش كي بغوي يكتبوا ميصاج في الواتصاف غير كتابة ما كي عارفوش أنا غادي نشرح لكم إن شاء الله تابعوا معايا الفيديو حتى النهاية إن شاء الله وعد ستابقوا من الكل شيء بإدن الله سبحانه وتعني إذن غادي نقولوا باسم الله تابعوا معي الشرح حتى النهاية باش الكل فيكم يستفد اول مرحلة غادي ندخل على الواتساف بديالي الخطوة اللولة لي غادي نبدأ بها اه مثلا بغيت نكتب الشيء انسان واحد الرسالة النصية ولكن مع الاسف انا مقاريش اذا غادي ندخل بها الطريقة وغادي نكليكي على هذه الثلاثة النوقات مزيان غادي نكليكي على المكان ديال الفوكال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف الحال احوال طيبة اموركم مزيانة بها الطريقة وغادي ندير ارسال سهلا غادي نهضر اوديو وعد تصور قدامي كتابة هادي المرحلة الاولى المرحلة التانية اه مثلا بغيت نتكلم مع شيء انسان فاوروبا وانا ما عنديش اللغة غادي نكليكي على هذه الثلاثة النقاط وغادي ندير الترادكسيون مثلا غادي نتكلم مع هادي الانسان باللغة الانجليزية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وغادي نصفت الرسالة دياليك بحالك بغيت نغير اللغة شيء لغة اخرى هاللغات وما هادو مثلا من الاسبانية مزيان غادي نكليك على ثلاثة النقاط وغادي ندير الترادكسيون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بها الطريقة اي لغة بغيت نكتب بها ارا غادي نكتب بها نتمنى الشرح يكون واضح اخوتي اخواتاتين نتمنى من الله الشرحين الاعجاب ديركم ولا اعجبكم الفيديو ما تنساوش ادعمو اخوكم بوحد الاشتراك بوحد لايك الفيديو بوحد تعليق محفز جزاكم الله خير الجزاء هذا فضلا منكم وليس امرا والله المستعان اربيت على احفظكم